بالخبر الأهم والأبرز وتوجيه السيد الرئيس بالأمس بتخصيص حوالي 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصندوق كبار المسنين شفت الخبر والتوجيه ده إزاي؟ حضرتك بس ديني بس في البداية أرحب حضرتك وشكراً على الصدافة الكريمة ووجه كلمة شكر وتقدير واعتزاز للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل لهذا الملف سيد الرئيس وجه بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن فور صدور قانون المسنين وهذا القانون بصدر إصداره من مجلس النواب عن قريب إن شاء الله الصندوق هي أشمل كافة الخدمات التي يحتاجها جميع المسنين على مستوى الدولة اللي بارغ عددهم دلوقتي حوالي 7 مليون أو ما يزيد عن 7 مليون مسن وطبقاً لما ورد في القانون المسنين يبقى من 65 سنة إلا إذا كان هناك في بعض المناقشات في هذه النقطة فحضرتك إن شاء الله يصدر القانون وتبانوا الرؤى ونشوف إرادات الصندوقها تبقى إزاي وإزاي المواردها تبقى إزاي والمصرفاتها تبقى إزاي دي حاجة الحاجة الثانية أن الدولة المصرية اهتمت بملف كبار السن بشكل شامل فاشتغلت على محاور مهمة جداً المحور التشريعي وده ورد واضحاً في الدستور المصري في مدينة 83 واللي ألزمت الدولة المصرية بتوفير الحماية الكاملة لكبار السن وتوفير حياة كريمة لهم بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي اطلقها في خامة الرئيس 20-30 وده ورد فيها باب كامل عن كبار السن فالدولة المصرية مهتمة تشريعياً ومهتمة من كافة الجوانب بملف كبار السن ترجمة نانسي قنقر